بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الخير والبركة أجدد اللقاء بكم في بينات وحلقة اليوم الحوار في القرآن برفقة ضيف الحلقة الباحث الإسلامي الأستاذ الفاضل حسين علي السلطاني أهلا بكم أستاذ أهلا بكم أستاذ رياض الحوار لغة العصر بل ولغة الإنسان الأولى في كل زمان ومكان وقد تعرض القرآن الكريم إلى هذه اللغة السامية ليقدم لنا أنموذجا متميزا في رسم مبادئ وحدود الحوار ومعطياته ومن الواضح أن لغة الحوار تبوت موقعا استثنائيا في البناء الحضاري للإنسان والمجتمع وهذا البناء الحضاري المتنامي هو الآخر ألقى بظلاله على مفردات الحوار وأساليبه في هذه الحلقة نود الوقوف عند مفردة الحوار وأهميته وأساليبه والخصائص الأخلاقية له وجدلية الأولية والثانية في الحوار كونوا معنا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة مشاهدين كرام أهلا بكم من جديد أرحب بكم وكذلك أرحب باسمكم بضيف الحلقة الأستاذ حسين علي السلطاني أهلا بكم أستاذ أهلا بكم أستاذ رياض لا شك أن للحوار تمثل ومستوى رفيعا في السلم المعرفي للإنسان ومفردة بارزة في مفردات البناء الحضاري والثقافي للإنسان لنقف قليلا عند مفردة الحوار وموقعها في البناء الحضاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاحرين اللهم صلي على محمد السلام عليكم أخرياض وعلى الأخوة المشاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته الجدل والحوار من المواضيع التي بدأت ونشأت وعاشت مع الإنسان منذ بداية حياته نعم وبقيت معه على طول التاريخ وعلى طول حياته وبأتبار أن الإنسان عاقل ويفكر ومن الطبيعي أن يختلف مع الآخر باختلاف عقول الناس هذا الاختلاف في بعض الأحان يكون في الفكرة وفي الرأي وبعض الأحان يكون في الأساليب وفي المناهج وليس من الضرورة أن يكون الاختلاف دائما اختلاف سلبي بل كثير ما يكون الاختلاف إيجابي بل هو ضروري للمجتمع يعني الأمة التي تعيش اختلافات الرأي ووجهات النظر وتتبادل الآراء والأفكار أمة حية ومتطورة بأتبار أن الحوار وتبادل وجهات النظر يؤثر في إغناء الفكر وإثراء الثقافة جميل ومن هنا وجدنا أن القرآن يعكس الحوار على طول مراحل التاريخ يعني أي نبي يأتي إلى الأمة يكون الأساس في منهجه هو الحوار في طرح الفكرة وفي طرح الرأي كأنه تريد أن تقول أن الحوار نشأ لوجود اختلاف ألا يكون الاختلاف أو الحوار هو نتيجة لطرح فكرة لبيان فكرة من الأفكار؟ لا شك أن الاختلاف وجهات النظر نعم وتعدد الرؤى أمر طبيعي وطبيعي جدا نعم بل هو مفيد للمجتمع طبعا بعض الأحيان يكون هذا الاختلاف سلبي بعض الأحيان يكون هذا الاختلاف إيجابي نعم وما أكثر إيجابيات الخلاف فإذا الخلاف استند كما هو شأنه شأن كثير من القضايا نعم إذا استند إلى أسس صحيحة إذا استند إلى الشعور بالمسؤولية إذا استند إلى هدفية محددة لا شك سيكون إيجابي بل إذا أدى إلى تفرقة المجتمع إذا أدى إلى تهيئة الأرضية لدخول الآخرين في ذلك المجتمع إذا أدى إلى التناحر والتخاصم لا شك أنه سيكون سلب وإذا أردنا أن نلتمس بداية ممنهجة للحوار ممكن أن نضع أيدينا إلى أو على الفيلسوف اليوناني سقراط نعم حيث على يده بدت منهجية محددة ثم تحولت إلى أسس فيما بعد إلى أسس محددة وأطر خاصة جميل سقراط واجه حركة السفسطائيين وحركة السفسطائيين تزاملت مع ظهور الديمقراطية في أثناء نعم وانتشرت في معظم أنحاء أثناء وبالتالي دار الجدل والنقاش في معظم المواضيع السياسية في مثلا أفرض الفكرية في معظم المجالات وفي هذا الوقت تزامن ظهور الحركة السفسطائية الحركة السفسطائية لن تكون هادفة إنما كان طبعا هؤلاء تخرجوا من المدارس الفلسفية هناك واتخذوا من هذا المجال صنع وكانوا يهدفون من ورائها كسب الشهرة أدخل في هدفية وعدم هدفية الحوار عند السفسطائيين في ذاك الزمان لماذا؟ نعم هل تطرقتم لأن قضية الحوار هي قضية كانت منذ نشأة الإنسان ومنذ ولادة الإنسان على هذه البسيطة أليس كذلك؟ لا شك لكن هل كانت المنهجية بدأت مع سقراط أم هناك منهجية سابقة أيضا؟ باعتبار أن الإنسان مفكر وعادة المفكر أيضا يمنهج للقضايا التي يريد أن يتكلم فيها لا شك يعني أنه هناك ولكن حينما نطالق التاريخ نعم ونجد الحوار موجود على جميع مراحل التاريخ نعم إنما حينما نريد أن نلتمس بداية ممنهجة جميل ضمن قواعد نجد أنه مع سقراط مع سقراط نعم وبالضبط في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد اللي هو ظهر فيه قلنا الديمقراطية انتشرت ثم انتشرت هذه الحركة نعم هؤلاء لم يكن هدفين إنما كانوا يبتغون الشهرة ويبتغون المال ومن هنا ذهبوا إلى الشباب أصحاب الثراء من أجل يعلمونهم كيفية الخطابة وكيفية الجدل وكيفية إقناع الآخرين من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم كأنه نرغم أن ندخل في تعريف للهدفية ما معنى كلمة الهدفية وما معنى أن يكون الحوار غير هادف سنصل إلى هذا المعنى نعم تضرب في قضية الهدفية طبعا لا شك الهدفية يفترض أن تستند إلى خلفيات محددة بالتالي تنتج الهدفية وبعض الأحيان لا تجد كما ربما يشير فلاطون الذي هو تلميذ بل سقراط وبالتالي كان من أكثر المتأثرين بفكر ومنهجية سقراط ولذلك هو كتب جميع كتبه إلا مقالتين على ما أظن مقالة الخير ومقالة أخرى كانت بدون أسلوب الحوار وإلا الباقي كل كتبه لأنه كان متأثرا باعتبار السقراط يعتقد أن الحقيقة كامنة في النفس الإنسانية وتحتاج إلى توليد ولذلك هو حينما واجه هذه الحركة كان مبتني أسلوبه على المنهج الاستنباطي اللي هو يتقوم بأمرين الأول التهكم والثاني التوليد في سقراط كان يدخل مع الطرف الآخر في نقاش ويتظاخر أنه هو بسيط ويتظاهر أنه هو جاهل ويريد أن يصل إلى الحقيقة ثم يبدأ بالنقاش مع الطرف الآخر ويتسلسل بشكل مرتب حتى يوصل الطرف الآخر إلى جهله بحيث يعترف لأنه هو يعتقد أن الغرور عند الإنسان هو الذي يجعل من يولد عند الإنسان وكأنه عالم والحقيقة هو ليس بعالم لما يضعه على حقيقته وبالتالي يعترف بجهله تبدأ عملية التوليد كأنه ينتقل من الجهل المركب إلى الاعتراف إلى الاعتراف طبعا سنصل إن شاء الله إلى هذا الحوار حول الجهل المركب لكن حينما وهذه قضية مهمة يعني الخطوة الأولى للوصول إلى الحق لمعرفة الحقيقة هو أن الإنسان يعرف قيمة نفسه وبعض الأحيان إنسان هو لا شيء ويتصور أنه كل شيء وبالتالي هذه تكون من أكثر الحجب لعدم معرفة الحقيقة ولعدم الوصول إلى الحق ثم يبدأ بالمرحلة الإيجابية وهو أنه بل يأخذ بيد الطرف الآخر بأسئلة مرتبة حتى يوصله إلى النتائج الصحيحة ولذلك هو يعتقد سكراط أن الحقيقة الحقائق ومعرفة الحقيقة قضية فطرية عند الإنسان بالتالي تولد وتكتشف وليس تزرع وتوضع ومن هنا يجد يقول أنه لي القابلية على توليد الحقيقة في الأنفس الحبلة بها جميل نعم نحاول أن نسجل مستويات أهمية الحوار من خلال معطياته أو معطيات الحوار ومدى تعاطي الإنسان والمجتمع معه كما قلنا أن الحوار في الحقيقة منهج الإنسانية وابتدأ معها منذ نشأتها واستمر معها على طول مراحل حياتها ولذلك نجد وإذ قال ربك يعني منذ البداية وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلم ولكن حينما نطالق التاريخ في هالمجال نجد أن الحوار عادة كان يتسم ويتصف ويتبادله نمطان من السلوك كان نمط يعتمد المنطق ويستند إلى الحجة وينشد الحقيقة ويتحرى الحق فيما الطرف الآخر كان يعتمد الجدل العقيم ولا يستند إلى الحجة ويفتقر إلى الدليل نعم النمط الأول مثله الأنبياء وأتباع الأنبياء على طول الخط فيما مثل الطرف الآخر مخالف الأنبياء وأتباع الهوى وأصحاب المصالح وبقيت هذه الدائرة ممكن أن يرد أو يثار سؤال إذن ما الفائدة منه إذا كان هذا الخط العام نعم هو خط الخير اللي نعبر عنه هو خط الشر نعم إذن ما الفائدة الأنبياء نجد أو خط الأنبياء نجد أنه أولا لقال حجة على الطرف الآخر لألا تكون للناس على الله حجة بعد الرسم الأمر الآخر هو تربية وتعليم المجتمع على الأساليب الصحيحة للحوار جميل ومن خلال الحوار ممكن أن يصل الإنسان إلى معرفة الحقائق ومعرفة الكون وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الدين والفكر بشكل عام وكذلك وهي نقطة مهمة من أجل تحصين المجتمع أزاء الشبهات التي عادة تطرح من أصحاب المصالح اللي كثير الناس بحكم مشاغلهم بحكم عدم إمكانية أن يطلعوا على كل الأمور فممكن أن تنطلع عليه بعض الشبهات جميل فمن خلال الحوار تحصين الرأي العام من تلك الشبهات التي عادة تكون مقصودة من أجل تمرير كثير من أهدافهم ومصالحهم إذن الحوار له أهداف كبيرة وعظيمة منها إيسال الفكر ومنها التواصل مع الآخر ومنها إقامة الحجة على الطرف الآخر إقامة الحجة مرة بنفسه ومرة من أجل الآخرين وقضية مهمة أيضا في مجال تحصين المجتمع نأخذ فاصل قصير ونواصل مشاهدين الكرام نبقى وإياكم وبينات فابقوا معنا لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أعزائي المشاهدين في بينات واللقاء مع الأستاذ أحسين السلطاني أهلا بكم أستاذ شكرا جزيزي نعم في ضوء أهمية الحوار وأساليبه المتقدمة كما تكلمتم قبل قليل لنقف قليلا عند خلفيات الحوار الهادف والحوار غير الهادف لا شك أنه الحوار إنما يكون هادفا نعم وغير هادف انطلاقا من الخلفيات التي تقف وراء هذا الأمر ربما من أهم الأمور التي تجعل الحوار هادفا هو أن يبتني أن يكون الحوار ألميا ومعنى أن يكون الحوار ألميا أن يتصف طرفي الحوار بقدر معين من الألم لا وإلا إذا كان الحوار لا يستند إلى وكما تجد كثير بعض الحوارات تدار وهي تكتشف من أطرافها لا يعرفون الموضوع لا يعرفون ما هي أهدافها لا يعرفون من أين ينطلق وتجد فوضى ليس في حين أنه الحوار الناجح أن يبتني على مقدار معين من الألم ولذلك القرآن تجد ينتقد أن يكون الحوار المستند في موضوع الحوار نعم المستند في غير ألم لذلك الآية القرآن تقول ها أنتم حاجستم فيما لكم به ألم يعني من حقك أن تحاجج فيما إذا لك قدر معين فلما تحاجون فيما ليس لكم به ألم ولطيف المتنبي في بيت شعر يقول وليس يصح في الإنفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يعني بعض الأحيان تجد المتحاورين حتى البديهيات هي فاقدها فبالتالي الحوار إنما يكون ناجح حينما تكون هناك مساحة بين الأمرين حينما تكون درجة فهم في اللغة يعني أقصد اللغة في المفردات فيما بين الطرفين أن تكون واضحة أما أن تكون فوضى الحوار الذي لا يبتني على علم سوف لا ينتج إلا الضجيد يعني مرجعية الحوار وعدمه يرجع إلى العلم وعدمه أو الهدفية وعدمها لا أقول الهدفية الألم الحوار المستند للألم ينتج الهدف أيضا الهدفية المستندة إلى الألم تنتج لا شك السؤال هذا السؤال هذا متى الحوار ينتهي إلى هدف متى يكون هادفا كان مستندا إلى العلم والعلم ليس متقوم في قضية المستوى العلمي بل الموضوعية أيضا من العلم يعني الآن الموضوعي الإنسان المتصف في الموضوعية لا شك سيكون حواره علميا لأنه الموضوعية ربما نصل إلى مناقشاتها لأنه قضية مهمة في مسألة الحوار وتحتاج إلى تفصيل وبحث مفصل تعريف الموضوعية بل التجرد في البحث أي بمعنى أنه حينما تدخل إلى موضوع وتعالج الموضوع يفترض أن تتخلى عن كثير من متبنياتك المسبقة وإلا إذا أتيت إلى الحوار وأنت مملوء في المتبنيات السابقة سوف لا تنتهي لأنه ستجلب وستخضى الحوار ونتاج الحوار إلى متبنياتك المسبقة ولذلك تجد الآن في الجامعات وفي الدراسات الألمية أكثر ما يؤكدون على قضية الموضوعية أي حينما تدخل إلى موضوع معين ولنفرض أنه شورى في الإسلام يفترض أن تتخلى عن كل متبنياتك المسبقة وتدخل إلى مناقشة هذا الموضوع ودراسته دراسة معقمقة وتنتهي منه بما انتهى إليك الدليل هذا بالنسبة إلى الجانب العلمي أما الجانب الآخر وهو أن يكون الحوار جاداً وهادفاً أقصد متكافعاً بتعبير أداء أقصد من الجاد يعني الشعور بالمسؤولية يعني بعض الأحيان تجد إنسان غايته فقط أن يختلف مع الطرف الآخر وغايته أن يتظاهر في الخصام ولا تجد يمتلك هدفية محددة وأقصد من أن يكون الحوار متكافع وهو أنه يفترض أن يكون كل الطرفين مؤمنين بنتائج الحوار وإلا لا معنى أن تحاور شخص وهو لا يؤمن بالحوار وليس بينك وبينه أي مساحة مشتركة لا شك أنه سيكون حواراً عقيماً لا ينتهي إلى نتائج وسوف لا ينتهي إلا لضياء الوقت التكافؤ لا يعني التقارب في المستوى العلمي؟ لا أقصد من المكافع بعض ممكن أن يكون هذه المفردة وهذا المعنى يعطي هذا لكن أقصد دقيقاً من التكافؤ وهذا المعنى معنيين أولاً أن يكون مؤمن في هذه القضية والمعنى الآخر وهو أن لا يشعر الطرف أنه مسحوق أمام الطرف الآخر لا حينما يدخلون في الحوار أن يكون متكافئين في أنهم لهم رؤية ولهم دليل ويدافئ لهم القدرة في الدفاع عن هذه الفكرة بعض الأحيان تجد طرف مسحوق أمام الطرف الآخر وطرف الآخر مهي من هيمنة كاملة يعني في الجانب النفسي هذا الذي يدخل إلى الحوار وهو يمتلك هذه الروحية روحية الطغيان روحية الاستكبار روحية أن لا يجد في الآخر شيء سوف لا ينتهي وكذلك الطرف الآخر الذي يجد نفسه لا يفترض أن يدخل طرفي الحوار وهم متكافئين من هذه الجهة أنه كل شخص له الحق وكل شخص له قابلية الدفاع عن هذا الحق لو كان عدم التكافئ موجود ألا يسمى حواراً؟ لأن الحوار هو انطلاق طرح آراء ربما أنه يقبل هذا الإنسان الذي تقولون عنه عنده نوع من الغطرسة يقبل كلام المقابل لوجود تأثير وإيمان موجود عنده هذا الإنسان الذي في البداية أحس بالضعف بعض الأحيان أيضاً تأتي في تحديد الهدفية من هذا المجال كأنه تريد أن تثير أنه الحوار توجد هناك أسباب وقضايا نفسية أيضاً يجب أن تتوفر حتى يسمى هذا حواراً؟ لا شك الأوامل النفسية لها مدخلية أساسية في نجاح الحوار بعض الأحيان ممكن أن تريد أن تحاور الطرف الآخر ولا تهدف الشخص الآخر إنما تهدف التحصين إنما تهدف توضيح الحق إنما تهدف إنارة الرأي العام ممكن أن يكون ذلك لكن أريد أن أقول أناقش هذه القضية من هذه الجهة وهو أنه إذا كان الطرف المقابل هو يشعر بهذا الطغيان ما لم تقنع الطرف الآخر أن هذا الطغيان سوف لا ينتهي به إلى نتيجة وأنت في نفسك أيضاً لا تلقي نفسك أنه طرف ضعيف وبالتالي لا يمكن أن تجاري هذا الطرف لا كنت تكون بدرجة من الكفاءة أمام الطرف الآخر جميل نعم الأمر الآخر الذي يمكن وهو أن يبتعد الحوار عن السعي للغلبة يعني بعض الأطراف تجد هو ممكن أن يتأتى هذا الأمر من الشؤوع بالعبثية قلنا بعض الناس غايته فقط الجدل وليس له هدفية محددة ففي حين أنه الإنسان الهادف الذي يريد أن ينتهي الحوار إلى نتيجة يفترض أن يسعى كل الطرفين أنه هذا الحوار في الحقيقة هو ثمرت أو نتيجة الحوار هو ثمرت وجهد كل الطرفين نعم أن يجب أن يكون وصب على كشف الحقيقة كشف الحقيقة وليس جهد طرف آخر وهذه نكتة نفسية مهمة كثير لأن في الحقيقة بعض الأحيان الإنسان يمكن أن لا يخطع لنتائج الحوار فيما إذا أحس الطرف الآخر هو الفائز هو الغالب هو الناجح نعم في حين أنه إذا لا سعى كل الطرفين نعم نعم أن هذا النتيجة في الحقيقة جهد لكل الطرفين وبالتالي ليس هناك ثمة غالب ومغلوب نعم لننتقل أيضا إلى محور آخر لنعكس هذه الأهمية والهدفية في الحوار من خلال رؤية قرآنية هذه تتجسد بأعلى مصادقها في القرآن يعني أنا أورد هنا مثال واحد نعم تتجلى هذه الهدفية بأسمى معانيها بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق مقطع بداية الآية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يعتبر أنه لا يمتلكون الجواب فقل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي لا يهتدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا سيد الطبع طبعي رضوان الله عليه في صاحب تفسير الميزة يناقش هذا القضية يقول هنا ترجيه يعني بين من يهدي وبين لا يهدي نعم وواضح أنه استخدم أفعل التفضيل نعم أحقه وأفعل التفضيل تستخدم ليس للاختصاص بل مطلق الترجيه نعم وفي هذه الصورة بين من يهدي يمتلك كل الحقيقة يعني كل الهداية في حين أنه من لا يهدي لا يمتلك هذه الحقيقة لا شيء يعني مطلق الامتلاك ومطلق عدم الامتلاك نعم إذن لماذا التعبير بهذه الصورة نعم يقول السيدة الطباة الطباة رضوان الله عليه هذه لمطلق الترجيه بتواري ليس مختصاص جمي والامر الثاني وهو النقطة أساسية ومهمة جدا حقيقة وهي من خصوصيات السيدة الطباة طباة رضوان الله عليه في التقاط النكاتل المهمة في تفسير الميزان يقول مراعاة إلى نفسية الطرف الآخر نعم مراعاة إلى نفسية لأنه الإنسان إذا فهم أنه الطرف الآخر كل شيء وهو لا شيء ربما تأخذه الأجزة بالإثم وبالتالي لا يستسلم إلى نتائج الحوار نعم انظروا يعني هذه النكاتل الدقيقة والمهمة لأنه الإنسان الهادف ليس يريد أن ينتصر بقدر ما هو انتصاره إنما يتحقق من خصلان الوصول الناس إلى الحق لا وسأعتم لأنا نأخذ فاصل قصير مشاهدي الكرام فاصل ونواصل اللهم كُلِّ وَلِيْكَ الْحُجَّةِ بَنِ الْحَسَنِ وَعَلَى أَبَائِهِ صَلَوَاتُكِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبَائِهِ في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا قَبِيلًا بِيهَا قَبِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ عزائل المشاهدين مازلنا متواصلين وإياكم في حلقة اليوم وفي المحور الأخير من حلقة اليوم التي تحمل عنوان الحوار في القرآن الكريم مع الأستاذ الفاضل حسين علي أهلاً بكم أستاذ شكراً جزيلاً في قضية الخصائص الأخلاقية في لغة الحوار هناك جملة من الخصائص الأخلاقية التي تتمتع بها أو يجب أيضاً أن تتمتع بها أطراف الحوار القرآني لنقف عند أهم هذه الخصائص هناك خصائص كثيرة استعرضها القرآن كما تعلمون أن أطراف الحوار القرآني متعددة يعني هناك حوار بين الله سبحانه وتعالى والملائكة هناك حوار بين الله والرسل هناك حوار بين الأنبياء والناس هناك حوار مع الذات هناك حوار مع الشيطان يعني أطراف الحوار في القرآن متعددة متعددة نعم إنما أهم طرفين في أطراف الحوار هم الأنبياء ومخالف الأنبياء وكل طرف اتسم واتصف بخصائص خاصة من أهم الخصائص التي اتصف بها الأنبياء في الحوار الموضوعية وقلنا الموضوعية سندخل في التفاصيل عندما ندخل في التفصيل الموضوعية بمعنى الإنصاف إذا صح التأبير في المصطلح الإسلامي أو أقرب ما يكون إليها الإنصاف العدالة مع الطرف الآخر وهي مهمة وضرورية في قضية نجاح الحوار والوصول به إلى نتاج من الأشياء الأخرى التي اتصف بها حوار الأنبياء نعم إقامة الحجة وهو أنه لم يلقوا على الناس أي شيء إلا ومعه الدليل إلا ويستند إلى الحجة نعم ثم مضافا إلى ذلك اتسموا بأسمى معاني الإسلوب الطيب واللطيف في أداء الفكرة لأن الفكرة والدليل ربما يكون جيد ومقنع لكن لم يلبس ثوب الإسلوب الجميل يمكن أن لا ينفع وبالآكس تماما بعض الأحيان الإسلوب في ذاته وفي بمفرده يمكن أن يكون مفيدا نعم على النقيض تماما اتصف مخالف الأنبياء نعم اتصف بالذاتية والأنانية وهي كما سنصل إن شاء الله في هذا الحديث لا أعرف في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى نعم أنه من أهم عوامل الإخفاق الحوار وعدم الوصول به إلى نتاج ثم أنه اتصف بالتبعية وعدم الاستقلالية نعم واتصف بشكل العام يعني مخالف الأنبياء بالجهل والجهل أيضا عقب كأداء في هذا المجال هل اختلف أو هناك تفاوت أيضا في أخلاق الأنبياء بالنسبة إلى الحوار أم اتسموا هو في سماة واحدة؟ القاعدة العامة يعني كان هناك منهج عام نعم اتصف فيه الأنبياء بشكل عام في هذا المجال يعني سنتعرض نعم إذا سمحتم إلى قضية الموضوعية نعم وإلى قضية الأسلوب في الحوار من خلال نماذج متعددة للأنبياء في هذا المجال نعم الموضوعية قلنا تعني التجرد في البحث وبمعنى أن يدخل الإنسان إلى مناقشة الموضوع وهو متجرد قدر الإمكان نعم عن كثير من متبنياته المسبقة ومن أحكامه الجاهزة وما مراد في لكن يجب أن أنقف هنا هذا ما لم يتسم به ربما الأنبياء لأن الأنبياء كانوا يحملون فكرة وكانت هذه الفكرة موجودة وكان الإيمان بهذه الفكرة موجود عندهم عندما دخلوا إلى الحوار فهل يعني هذا لم تكن عندهم موضوعية؟ لا، المقصود المقصود في الموضوعية هنا نعم أنه أولا تعطي للطرف الآخر حرية الدفاع عن رأيه وعن معتقداته وعن آراءه وتتفهم كل الخلفيات التي تقف وراه هذا الأنبياء جميل نعم أنت أيضا حينما تطرح رؤيتك لم تكن رؤية نابعة عن قضايا ذاتية وأهواء إنما تستند إلى الحق وإلى الدليل وإلى الحقيقة لا يعني الموضوعية التنازل؟ لا، لا شك أنه سنصل مثلا أفرض النبي مع أنه يمتلك كل الحقيقة يمتلك كل الحقيقة لكن يقول إلى إِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ظَلَالٍ مُمْ نعم لا شك أن النبي يمتلك كل معنى الحقيقة يعني بالعتقاد وبالوجداء نعم لكن هو حينما يطرح الفكرة أمام الطرف الآخر هذه منتهى الإنصاف يريد يقول أن هذا القول لا يخرج إما أن يكون أحدنا على هدى والآخر على ظلال وإما أن يكون كل الطرفين على ظلال أو كل الطرفين على هدى إما أن يكون أحدنا على هدى لا خيار بينهما نعم فإذا نحن والفكرة نحن والموضوع والموضوع نعم فقضية الموضوعية تمثل ضمانة أساسية لنجاح الحوار يعني الإنسان إذا ما اتصف بمقدار معين بدرجة معينة لا يمكن أن ينتهي إلى نتاج ومن هنا نجد أن القرآن أكد أي ما تأكيد في قضية أن يتصف الإنسان المسلم أن يتصف الإنسان المؤمن في هذه الخصوصية مثلا أقول خصوصية العدل خصوصية الاستقامة خصوصية الإنصاف بسم الله الرحمن الرحيم أفضل لا بل تكون قوامي واضح أنه نعمل المبالغة أن تقوم غاية القيام في العدل ثم أنه تشير هذه الآية عادة الإنسان في طبيعته لا يختار يعني لو بقيه هو وفترته هو ونقائه لا يختار إلا الصحية لكن إنما هناك عوامل وأسباب هي التي تدفع بعض الأحيان إذا كان تمت مصلحة مع نفسه لنفسه بعض الأحيان مصلحة للأقرباء بعض الأحيان للمعارف القرآن لا يقول إنما العدل يفترض أن يكون حتى لو كان يؤدي إلى الضرر بالنفس حتى لماذا؟ لأن ربما ما هي الحيثيات التي تؤدي ممكن أن يكون الدافع دافع سليم يعني ممكن بعض الأحيان إذا كان واحد فقير ويمكن أن يؤدي أنه الخشية من أن هذا الفقر يؤدي إلى نتائج سلبية فالله سبحانه وتعليم تضابط يقول إذا كان غني أو فقير فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى لأنه في الحقيقة الإنحراف عن الحق الإنحراف عن الإنصاف إنما هو ناتج عن الهوى فليس فقط هذا وليس المقدار إنما القرآن يجد أن إقامة العدل مع من تحب ومع من تعرف ومع من ليس لك فيه معه مشكلة ليس يعني فضيلة بل الفضيلة أن تقم العدل حتى مع من تختلف معه حتى مع عدوك ولذلك يقول ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى يعني التقوى فقضية الموضوعية قضية أساسية ومهمة وضرورية في مسألة الحق واضح أيضا أن إقامة الدليل وإستخدام الأسلوب والمناسب في الحوار له مدخلية أيضا كبيرة في إنجاح الحوار وتحقيق أهداف هذا الحوار المطروح كيف عرض القرآن الكريم هذين الأمرين عمليا؟ لا شك أنه الأسلوب مهم وضروري في الحوار باعتبار أن عادة الحوار إنما يتم بين أشخاص وبين بشر والبشر عادة يعني تتأثر الرضا وعدم الرضا نعم الحب والصخط الارتياح النفسي وعدم الارتياح النفسي كل هذه العوامل تؤثر ومن هنا الأسلوب ضروري ومهم وعلى من يريد أن يحاور الطرف الآخر يفترض أن يراعي الجانب النفسي قدر لأمكان نعم نعم ومن هنا وجدنا أن الأنبياء عالجوا هذه القضية قضية الإسلوب مع الطرف الآخر بأبهل المعاني نعم لذلك مثلا أنا أمر سريعا مثلا نوح وقومه انظروا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذيروا نقول ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم واضح هذا النص حينما تقرأ هذا النص تجد مملوء بالعطف مملوء بالمحبة مملوء بالمسؤولية لأنني أخاف يعني يستبطن الشعور بالمسؤولية يستبطن المحبة إلى الطرف الآخر لكن وكان يفترض أن يتفكروا في هذا الطرح في هذا البيان كان كلام في دقيقة واحدة وانتهت وقت البرنامج تغضل بل لكن تجد بالعكس تماما نعم يعني بدل أن يتفكروا بدل أن يدققوا فيما طرح لهم اتهموا النبي بالكذب وعندوا النبي ثم أنهم بدأوا بالتقديم الحجج والتبريرات الواهية من أجل عدم القضى الأستاذ حسين علي السلطاني شكرا لكم نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله لإكمال هذا البحث أعزائي المشاهدين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة